لم تمضي ساعات على الهجوم الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس حتى توالت الدود الفعل المنددة من عدة جهات محلية ودولية وفي أول رد فعل حول الهجوم دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الاعتداء الذي وصفه بالإرهابية مؤكدا في بيان له أن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت تحقيقاتها لمعرفة أبعاد وهوية المنفذين والواقفين وراءه كما اعتبر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري الهجوم استهدافا لقوت الليبيين وإدخال البلاد في مزيد من الفوضى من جهات استنكر الرئيس مجلس النواب عقيل صالح الهجوم قائلا إن هذا العمل يعتبر عدوانا على الشعب الليبي كما دان عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي صلابي الهجوم مجددا في بيان له دعوته لكل الأطراف التي سماها بالوطنية للالتفاف حول مشروع وطني جامع اللواء السابع الذي دان الهجوم اتهم في ذات الوقت من سماها بالميليشيات بالفشل في حماية المواضن ومؤسسات الدولة من جهات عبر مجلس حكماء ليبيا عن استنكاره شديد للهجوم واعتبره المجلس في بيان له من الظواهر الهدامة التي تعكر صفو الحياة في الأمن والسلم الاجتماعيين وفق نص البيان دوليا استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفته بالعمل الإرهابي الجبان داعية لوقف ما سمته بالتناحرات الجانبية والعمل معا ومع المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وفي نفس السياق دنت السفارة الأمريكية في ليبيا الهجوم داعية جميع الأطراف إلى احترام حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الليبية السيادية والامتناع عن أعمال العنف والترهيب في طرابلس بدوره دان السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر الهجوم كما عبر السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني عن استنكاره للهجوم مضيفا أن هذه الأعمال لن تردع الليبيين عن المضي قدما نحو السلام والمصالحة الوطنية ردود فعل مختلفة أجمعت على استنكارها للهجوم الذي خلف قتلى وجرح ودعت إلى ضرورة توحيد صفوف الليبيين والعمل على تأمين البلاد من أي أحداث مماثلة اشتركوا في القناة